السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول أمريكا تعترف بأن غارات صنعاء كانت انتقامية وتكشف تواديس مواجهات جديدة وإلى التفاصيل اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية أمس السبت بهدف الغارات الأخيرة على اليمن واعتبرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في بيان لها الغارات بأنها انتقاما وردا على استهداف إحدى سفنها في البحر الأحمر ومقتل ثلاثة من بحارتها في إشارة إلى التي استهدفتها اليمن في السابع من الشهر الجاري كما كشفت تفاصيل اشتباكات جديدة في البحر الأحمر موضحة بأن الهجمات تمت بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وأكدت القيادة استهداف وارجها بأربع ضائرات وأربع صواريخ مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل الضحايا وكانت الطائرات الأمريكية والبريطانية قد شنت في وقت متأخر من مساء الجمعة سلسلة غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى الحديدة وتأتي الهجمات الجديدة ضمن مسلسل أمريكي بريطاني لاستهداف اليمن منذ يناير الماضي أشكركم على حسن المتابعة والإصقاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر